اشتركوا في القناة وزي ما وعدناه كل مرة اللي فاتت ان الميك اوب هيبقى ديف شرف اول حاجة نبتدي فيها في الجامل سحر الست من عانية من رموشها من شعرها الشعر هو تاج المرأة وحلقتنا النهاردة ازاي هنعالج الفراغات والصلاع والشعر الهيش ومتاعب كلها بتاعت الشعر وازاي هنطور رموشنا من غير مسكرة من غير علاجات تتعب عانينا في خلال عشرين يوم هنبدأ النهاردة اول حاجة هنبدأها دلوقتي هو ازاي نعمل روتين يومي لرموشنا وخلال عشرين يوم ان شاء الله تلاقي رموشك احلى من المسكرة احلى من رموش اسماعي اللي احنا بنركبها وبتسبب لنا مشاكل لما بنيجي نزله وطبعا مع الازالة بتوقع مننا رموش كتير فيه مادة اكتشفوها الاطباء لعلاج المية الزرقى في الاطراب بتطول الرموش وبتقلها وبتزاود الميلانين خبراء التجميل اخدوها وجربوها فعلا بالاضافة الى شوية فيتامينات واتعامة المسكرة العلاجية المسكرة العلاجية اسعارها غالية جدا والمسكرة التباية برضو اسعارها غالية جدا طب ما احنا نوعب نفكر المادة دي اللي هي بتخلي الرموش تطول وبرضو في اطراب تانية باسعار اقل اللي هي مادة بيماتو براست المادة دي معجزة لتطوير رموش الشعر هي في الاصل المية الزرقى والعلاجة طب ازاي نستخدمها من غير ما نقذ عيوننا هنجيب اي نوع قطرة هندور فيه على المادة دي فيها بنسب طبعا فيه 3 من 10% فيه من ده وبنجيب مسكرة وبننظفها كويس جدا وبعد ما ننظفها كل يوم قبل ما بنام بنصرح بيها رموشنا لتحت بنصرح بيها 10 مرات رموشنا لتحت المادة دي صحة خلال 20 يوم حاضرتك هتبضل تصوري كل اسبوع وتتبعي طول رموشك وتقلعه وكده يبقى احنا عملنا الروتين اليومي لرموش وخلال 20 يوم ان شاء الله ان شاء الله مش تحتاجي لأي حاجة طب هتقول لنا دلوقتي طب انا محتاجة اخرج طب انا عندي مناسبة هنعملك مسكرة النهاردة علاجية وهتفيدك من غير ما تحتاجي تحطي مسكرة او رموش تأذيك وقت العلاجة نتلع فاصة ونرجع لكم مع مسكرتنا وارجعنا لكم تاني عشان نعمل مع بعض وصفة المسكرة اللي في البيت اللي هتعليج لنا الرموش مع الاطراض اللي احنا هنستخدمها لتصريحنا قبل النوم عشان ما نبوص طبعا الروتين بتاعنا او نحط الكيميكال واحنا بنعالج وبالنسبة لمادة البيماتو براست هي مادة لا يجب ابدا عليك ان تجي بيها على من الجلد ده تحذير يعني لانها بتسبب الهالات السوداء او لانها معايها بتزود الميلاني فبتزود الهالات او الجلد بيسمر فدايما نخلي بنا واحنا بنصرح رموشنا الاول نجيب ورا وقلم معينا بسرعة عشان نكتب مقادير المسكرة بتاعتنا زيت لوسحل زيت الخروة جل ألوفيرا شمع عسل بس يكون مجف يعني يكون كده حمام مياه سخنه وهنبتدي ناخد الزيت زيت اللوز الحال وناخد منه اربع نقاط كل ما بتحبي ان المسكرة تقول لتكسيف بتقليلي زيوت واحد اين هيدا بعض تمام يعني قليلي زيت عايزها تطول لك الرموش ها برضو الثلاث نحدوهم كده مع بعض نقاط واحد اين ثلاثة هم والالوفيرا هنحط منه ربع ملعا شمع العسل بقى للتسبيت عشان كنان بتبقى وطر طوف يعني كمان ما تعزبكيش و يعني بتدي نخلطه لحد الدوابين لحد الدوابين حمام الحمام بتاع المية السخنة معروف بيبقى لازم المية اللي تحت سخنة و بنعمله على الهادي و بياخد وقت بس عشان البرنامج بتاعنا مدتهم مش هتكفينا ولازم المية تكون بتغلي بتغليب عشان تاخد الإناء اللي فودة ده ياخد الحرارة تمام وبعد يدوب الشم كده اي شادو اي شادو اسود زي ما انت تحبيه مط شامر اللي انت عايزيه تمام يعني انت حابة لون مسكري على بوني في بيحب الأزرق يعني ما عندناش مشكلة ممكن تعمليها الأزرق تمام وبنعمل هكده نحط اللون اللي انت عايزيه او الدرجة بتعطي المسكري اللي انت بتحبيه ماء كده بعد كده بنضيبها سلاك كده في المية اه اهم حاجة اهم حاجة انت تخليطي ده كله ببعضه كويس وطبعا انا عاملة على قد كمية مرة حابة تعملي اكتر تزويدي ايه اللي بتحطي ده تاني اهم 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 شايفين نفضل كده معيها لحد ما تحسي منها ايه بتجنسي طعم وطبعا لو تبقى حي بدل استعمال بتاخديها بسرينجر بتحطيها في عبوة مسكرة فادية تمام؟ بس تكون نديفة جدا اهم اهم اطيب ونجرب اطيب مسكرة فادية اهم 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 شايفين اهم اهم شايفين ها وطبعا المقديد دي ممكن تقليل الزيوت لو انت عايزة تكسف الرموش لو انت خارجة راحة صهرة مثلا سوريه بيحب رموش التقيلة بتقومي عاملة ايه كسفة مقللة الزيوت انقطر الشم فيقعد معاكي وطربروف المسكرة وهتحبيها جدا ونفس الوقت بنعالج بشرتنا بها وكده احنا خلصنا ايه مسكرة بتاعتنا سهلة جدا يا رب تكون عجبتكم اهم نيجي انه لموضوعنا الاهم الشعر الشعر فيه مشاكل زي السقوط زي القشرة مفوش حيوية بنصبح كتير انا او الناس اللي بتصبح كتير اه كلنا عندنا مشاكل الستات الستات تحب دايما تغير وتحب شعرها بس في الاول في الاخر شعرك هو تاجك فلازم تهتم بيه تهتم بيه ازاي؟ بغي زي واحنا اتفقنا من الحلقة الاولانية لازم نهتم بصحتنا بصحتنا يعني الفيتامين وشعرك قوي جدا من اعضائك القوية جدا فبتستهلك فيتامينات كتير جدا وعايزة طبعا كمية فيتامين قد كده عشان تكون احماضة الامنية اللي بتخلق منها الشعر طب فحالتنا احنا في ايامنا العادية احنا بناخدش الفيتامين كله طول اليوم يعني بناخدش الكامل بناخدش الحديد الكامل ما بناخدش فيتامين سي ما بناخدش الحاجات دي خالص كاملة طب الحل فحالة السقوت وابتدى يظهر صلاة هنا نحس بقى بالخطر يعني هنا نزارك بالخطر شعرك بيقولك كيفية انا استكفيت ومعنديش غذة عشان انتجلك شعر تاني فهنا بنلجأ للفيتامين المخصوصة للشعر بيكون مجموعة فيتامينات مخصوصة عشان تكونك الحمض الاميني لشعر ده لستة في حاجة عند الشباب او في حاجة اسمها الصلع الوراسي وهي اكتر في الرجالة تمام وده انزيم يعني يبيع يبينزل ده حسب الوراسي طبعا هنقول النهاردة على حل سياخد وقت طويل شوية بس طبعا بيجيب نتيجة حلوة جدا بس الاهم الفيتامين راعي شعرنا ما يبقاش مبلول وان نكتم شعرنا شعرك عاملي كأنه زرع انت بتتعاملي مع زرع نبات في البيت ازاي بتعملي النبات بتديلو سمات بتهوي بياخد شمس بياخد كل اللي هو عايزه من تربطه ملقاش بيموت طبيعي بيقع بيدبل فجايبا لكم النهاردة انواع فيتامينات لازم ناخدها لتساقط الشعر للشعر اللي ما بيتولش للشباب برضو اللي عندهم صلع وراسي اللي عندهم شعرهم خفيف وحابب انه يطول او يتقل ويعملوه سبايكي والحاجات الجديدة اللي احنا بنشوفها اللطيفة دي فاول حاجة هنقولها فيتامين الشباب اسمه البنتجار ممكن ننازل الصورة بتاعته البنتجار ليه للشباب بس مش للبنات ركزوا معي هو مش للبنات لان البنتجار من افعالهم هو بيطلع الشعر في كل الجسم بيطلع لك شعر يعني اللي عايزي ربي ده انه ده انه خفيفة البنتجار هيقوم بالمهمة دي بالشنف بدا كله اما احنا يعني كبنات مش هنحتاجوا البنتجار اللي ينطلع لنا عشان الجداء انه والشعر اللي بقي لك الجسمين انه يطلع كتير احنا بنحتاج الشعر الرموش مش اكتر فالشباب يستخدموا البنتجار تمام البنات بقى نيوتريشن فور يو هير شايف اسم طويل زي حياة البنات الطويلة ننزل الصورة بتاعته ده ده لطيف للبنات هتقول لك الشعر هيديك رونك حلو هتحس بالفراغات بتاعت تتملي وده طبعا في خلال ثلاث شهور يعني ما نقفش بعد شهر ولك ليه ما طلعش اصلا انتاج الشعر بياخد من ست شهر لسنة فاحنا نستخدمه بعد شهر هنبتدي نشوف نتيجة الشعر يبتدي الفراغات اللي بتحبها كل البنات الشعر اللي بتساح من هنا من عند البنات لا يبتدي ينزل لتاعت يبقاش في قورة نيجي بقى للصلاع الوراثي هياخد البنت وجرلة وشاب تمام؟ لمدة ثلاث شهور وهيعمل معانا جلسات في البيت ده انقدر ان هو ما يعملش جلسات برا فيعملها في البيت تمام؟ هيحتاج مجهود شوية معانا اللي هو ايه بقى؟ لو اللي هو مقتدر يروح مراكز او لدكاترة هيعمل جلسات الميزوسيرابي لشعره ودي بتبقى عن طريق الدرمابان بالميزوسيرابي او بالحق في البيت بقى هنستخدم دي دي طبعا انا بنسباني انا بقول عليها المعجزة اسكن لوشك اسكن لشعرك بس استخدامها يكون صح تجهيزاتها تكون صح قبل الاستخدام التعقيم البنج المضاد الحيوي واستخدامها الكتير اكتر من مرة في الشهر بدل ما فيش مشكلة عندك اعرف انها بتوسع المسايا بتعمل مشاكل بتنقل بكتيريا بتعمل اسمرار بتقطر البقع ده لو استعملناها غلق لاستعمال الصح البشرة العادية بيبقى كل شعر نيجي خلينا في موضانة الصلاة الوراسي تمام هيجي عند المكان اللي فيه صلاة وهياخد عليها بالتمريب على شكل زائد مش دقري ومش رايح جاي شكل زائد بس ومش فيه رايح كده عشر مرات جاي كده عشر مرات وهيستخدم زيت اسم زيت الفلفل الحار نزل صورته معنا الزيت ده مهم جدا للصلاة الوراسي طول الشعر وحلو جدا 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 لمشاكل كتيره تمام؟ وخلال ان شاء الله ثلاث شهور كوني نعالج السلع الوراسي مع الفيتامين طبعا المية يا جماعة المية المية روحك روح جسمك سبعين في المية من تكوينك مية الغزاء الصح ما تخديش فيتامين وتهديه بالنظام الغزائي الغلط بقلة النوم و اكبر عدوه اكبر عدوه للشعر الضغوط العصبية الاسترس ابعد عن الاسترس ابعد عن الاسترس زي حد سألني يعني انا نفسيتي تعبانا في شعري بيوعه ايه علاق الدب ده الاسترس يا جماعة بيموت احيانا الضغوط احيانا بتعمل حاجات كبيرة في الجسم من امراض ما بالك شعرك نفسيتك احنا اتفقنا عن الشعر والوش مرايتك انت من جوه مرايت روحك مرايت جسمك فنبتعن الضغوط على قد ما نقدر وقت العلاج وكده احنا قدمنا الحلولة هناخد فاصل تاني ونرجع مع نباتات طبيعية لعلاج الشعر موسيقى 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 لانزيم الصلع الوراسي موسيقى 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 موسيقى